هروح للسيد وزير الدفاع اللي النهاردة افتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري لقوات حرس الحدود نشوف هذا التقرير عن هذا الموضوع ونطلع بعده فاصل مباشرة بيسن الله في اطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة افتتح الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري لقوات حرس الحدود والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية واعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في انظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرنس وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم في دعم قدرتها وإمكانياتها القتالية ونقل القائد العام تحيات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذله من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مؤكدا حرص القوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا للمعدات الإشارية اجتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة وأسلوب عملها وتأمينها كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن حضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة